السلام عليكم أداة البينطول من الأدوات المهمة جدا في برنامج قريب والستريب اللي لو أتقنتها هتوفر عليك جهد كتير وهتعمل بها شغل جميل جدا الأداة استخدامتها بسيطة جدا وفيش فيها أي تعقيدة تعالوا نشوف ببساطة هنستخدم الأداة ازاي أول حاجة بندرج تحت أداة البينطول أربع أدوات هنشوف في استخدامات الأربعة وكمان فيه أداة لفيه بندطول هنشوف أول استخدام أداة البندطول لو أنا عايز أرسم خط فأنا بضغط نقطة وبعدين بضغط في النقطة الثانية كده أنا رسمت الخط بسهولة لو أنا عايز أعمل خط ما يكونش فيه نزول أو خط مستقيم بشكل أفقي أو رأسي فأنا بضغط على شفت فبيرسم لي خط مستقيم ما فيش فيه جهة نازلة أو جهة طلع لو أنا عايز أعمل خط بشكل رأسي فأنا بضغط وأضغط على شفت حتى لو أنا جيت جهة اليمين مثلا شوية وضغطت على شفت فيجيلي الخط باستقيمة 100% لو أنا عايز أعمل كيرف أو دوران زي اللي انتو شايفينه ده فأنا بجيب أداة البندطول وبضغط هنا وبعدين باجي أضغط فيه النقطة الثانية وأنا ضغط على الماوس بسحب إما الفوق أو لتحت فبيعملي الكيرف زي ما انتو شايفين فيه هندل جهة الماوس الهندل ده هو اللي بيتحكم فيه قوة الكيرف أو مدى انحناء الكيرف معنا لو أنا سحبت هينحني بشكل أعمق لو أنا سحبت قللت الهندل هينحني بشكل بسيط باخد النسبة اللي أنا عايزها وبعدين بسيب إيدي من على الماوس بروح على النقطة الثانية وبضغط فهلاقي الكيرف بتعمل معي بلاقي ان اتجاه اللاين أو الخط ماشي مع اتجاه الهندل اللي فوق بالشكل ده لو ضغطت هنا عمل عندي المنحنة اللي انتو شايفينه ده طبعا أنا عندي الشكل فيه فيل وستروك لو أنا عايز ألغي الفيل بضغط هنا كده ولو أنا عايز ألغي الفيل بقدر ان انا أعمل بالشكل ده باجي على الفيل بلغيه أو ان انا بحدد الفيل وديه أي لون بالشكل ده لو أنا عايز أزود الفيل بزوده من قايمة الفيل وهنشوف ده في الدروس الجاية ان شاء الله طيب أنا لو عايز أرسم شكل زي شكل السفينة اللي قدامكم ده فأنا ببساطة بجيب أداة البنت طوله هضغط هنا كده وهاجي هنا وهضغط وأنا ضغط على الماوس هسحب بالشكل ده طبعا أنا بروح بلغي الفيل وأخلي استروك فقط لا غير طيب أنا عايز أعمل الكيرف ده زي ما انتو شايفين أنا وعملت هنا وجيت عملت الكيرف فمش هيزغط معي بالشكل اللي انتو شايفينه ده ففي الحالة ديت هضغط على زر Alt في الكيبورد وهضغط هنا فهنا كده بكسر الكيرف فبيبدأ من جديد من النقطة اللي أنا كسرت فيها الكيرف بالشكل ده عندي Option تاني أقدر إن أنا أضغط على Alt وأنا ضغط بعد ما أرسم الكيرف وأنا ضغط على الماوس ما سيبش أيدي من على الماوس بضغط على Alt وأصحب لورا كده فأنا كده بموت الكيرف بدون مكسره بحيث لو أنا عايز أستخدمه في أي شكل تاني أغير النقطة دي كده فباجي هنا بضغط بالشكل ده بعد ما رسمت المربع بضغط هنا كده فبيديني الفيل وبيلغي الاستروك زي ما انتو شايفين كده 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 أنا رسمت أول خطوة في الشكل عايز أرسم شكل تاني فأنا باخد استروك وبروح على أداة البينطول وبضغط مثلا هنا كده وبضغط هنا وبسحب بالشكل ده وبعد كده بضغط Alt وأضغط هنا وهضغط هنا بالشكل ده وبسحب زي ما انتو شايفين طول الهاندل اللي أنا بسحبه بيتحكم معي في دوران أو شكل الرسم وليكن أنا سحبت هاندل بالشكل ده وبعدين اديت وفيل زي ما انتو شايفين في عندي هنا في فراغ فأنا عايز ان انا اعبي الفراغ ده في الحالة ديت انا بختار السهم الابيض وباجي هنا وبضغط على Alt وبسحب بالشكل ده لما بضغط على Alt بيديني الهاندل اللي أنا واقف عليه فقط لغير ما بيسحبش في الجزء التاني بعد كده بيجي عندنا أدوات الـ Add and Corpaint ايه فايدة أداة الـ Add and Corpaint انا لو جبت السهم الابيض وضغطت على الشكل ده هلاقي عندي فيه نقطة هنا وفيه نقطة هنا طب انا لو عايز اعمل نقطة في النص بحيس ان انا استخدمها في اي شكل من الاشكال فانا بجيب اداة الـ Add and Corpaint وبضغط هنا كده فبيعمل لي نقطة باجي بعد كده ان انا بسحب النقطة ديت وبقدر ان انا اتحكم فيها نلغي الفيل ونخليس ترك فقط لا غير نجي بعد كده لـ Delete and Corpaint لو انا عايز احزف اي نقطة من التصميم فانا بجيب الاداة وبضغط عليها كده فبتتحزف من الشكل نيجي لـ Anchor Point Tool لو انا عندي نقطة مثلا خلينا نشوف النقطة ديت هي جاية كيرفت فانا عايز اخليها شكل مسلس فانا بجيب الاداة وبضغط عليها كده فتتحول بالشكل ده كده تبقى كنقطة زواياها حده بالشكل ده طب انا عندي نقطة حده عايز احاولها لنقطة كيرفت تكون بشكل منحني زي الشكل ده فانا بحدد النقطة وهتزرع عندي الخيارات اللي فوق عندي الاختيار ده comfort selected anchor point to smooth فبضغط عليها كده فبتتحول لكيرفت بالشكل اللي انتو شايفينه ده وكمان عندي الاختيار ان انا بقدر احاولها لكورنر بالشكل ده فبقدر ان انا هتحكم في اتجاه النقطة الاداة التانية هي اداة الكورتشار او اداة الفريبنطول او اداة الانحناء الاداة دي استخدامها فقط لغير انك ترسم انحناءات في برنامج Adobe Illustrator يعني انا لو ضغطت كليك هنا وجيت ضغطت كليك هنا ويسحبت حتى انا شايل ايدي من على الماوس فبتسحب بترسم انحناءات بالشكل ده ممكن اقفل الانحناء بالشكل ده كده فبترسم معي الاشكال دي لو انا عايز اعمل شكل مسلس مثلا فكل ما علي ان انا بضغط واضغط كده انا رسمت كده فعملت معي انحناء لأ انا باجي هنا وبضغط على alt وبضغط على الانكر دي فبيعمل معي شكل مسلس زي ما انتو شايفين جيت هنا عملت معي انحناء بالشكل ده لا انا باجي هنا وبضغط على alt وبترسم معي المسلس بالشكل اللي انتو شايفينه ده كمان نضغط على alt هنا رسمت معي المسلس بالشكل اللي انتو شايفينه ده ففايدة الاداء الفايدة الوحيدة للاداء دي ان انا بعمل بيها انحناءات بالشكل اللي انتو شايفينه ده لو انا عايز اعمل انحناءات بسرعة وبسهولة في برنامج Adobe Illustrator ده ببساطة كل حاجة عن اداة البنت والاستخداماتها بسيطة جدا لكن بتديك بتفرق معاك في الشغل ولو اتقنتها هتلاقي البرنامج سهل معاك جدا والشغل سهل معاك جدا في الاداء في الدرس الجاية هنشرح اداة جديدة من ادوات برنامج Adobe Illustrator 2020 انتظرونا في الدروس الجاية ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده معقدم من محمد ماهر على قناة نسمات للدعاية والاعلان تابعونا اشتركوا في القناة